السلام عليكم مساء الخيرات ده إن شاء الله يكون آخر فيديو معنا في تشابتر الميديكال توكسيكولوجي نبدأ مع بعض بالتريسيكليك انتي دي برسانس أو التي سي اي أنا بيقول إن هي بتستخدم كاثيربي من ناينتين ففتيس today they are the most frequently prescribed فارمكولوجيك ايجينت for treatment of both endogenous and reactive depression نسمع despite the changing prescribing pattern of the TCA overdoses of the drug are common and deadly خلني أصفها الفيدي okay for the classification of tricyclic antidepressants فقرت أسمع first generation second generation or new يعني فكرا دول اتنين كده يعتبر ده يمكن أشهر antidepressant اللي هو the amyl cryptylene اللي هو ده tablets طبعا فيه أكتر من حاجة تانية مثلا بصراحة كان عادة هسحب لأسماء أسماء بعدين هنا في أسماء تاني برضو بس يعني المفروض إحنا نقول حاجة لأنها مش موجودة في كتاب دكتورة خديجة لما جاءت تكلم عن newer antidepressants and it specially the serotonin reuptake inhibitors هم أصلا كلهم شغالين على serotonin reuptake inhibitors يعني من ضمن الانهباشن اللي بيحصل بس هنا selective يعني هو ما بيعملش غير انهباشن for the reuptake سيروتالين بس تمام بنسبة ل new antidepressants they have enjoyed sustained growth in popularity due to few side effects no more specific atherobiotic doses and less toxicity in the overdose المهم يعني أي حاجة طبعا كالnew generation بتبعى المفروض تتفادى أخطاء اللي حصل في الجنريشن زلكات قبل كدا معناش ضعي أسماء كتير بس it's okay uses الفقر دي مكاشل دي منتوها موجودة بس يعني علشان احنا مولناش title كبير للتشابط الدافة هيجي يقول لي ده هو treatment of depression من اسمه panic and phobia disorders and nocturnal innerresis and prophylaxis of migraine بس أنا prophylaxis منش كtreatment بس okay أنا غض النظر condition of poisoning الحمد لله ما عملش زي بنزوديزابين ونسي يقولها and the accidental ممكن تحصل for children overdoses هنا قصدو لواحد addicted okay ممكن تحصل suicide أنا مش هلت أقول not common بس يعني زي ما كل مرة هنعود نقول في حاجات يعني likable أكتر إن هي تبقى for suicide mechanism of action الدولة هندفو وقال لي إن new generation أساسا كان selective على inhibition of reuptake of serotonin الم معناها إن يحصل reuptake لحاجات neurotransmitters أول أكتشن بيعملوه neurotransmitter reuptake inhibition يعني بيصيب neurotransmitters موجودة مش بتسحب من الدم this blockade result in increased neuronal synaptic concentrations طبعا ده بعدين will lead to seizures micronus and convulsions هنشوف of neurotransmitters لأنهم منور epinephrine و dopamin وسيروتونين اللي النيو جنريش انشغل عليه وبس فبالتالي حتى هيعمل البنتركل الرhythm يو صعب أوي التوكسيسي على الهورت في الكاتيجوري تعفل tricyclic antidepressants مش بيقف الاكشن بتاعهم هنا بيعملوا receptor blockade هو receptor blockade أصدو على cholinergic receptors على alpha hydronergic receptors وبرضو على histaminic receptors طبعا يعني يتورد إلينا فكرة أنه هيعمل الانتابعشن فودي our antagonism of cholinergic receptors يبهي بقى الاتروبين like اكشن وده هيتضح معنا من خلال clinical picture or clinical presentation وشن اعملت block alpha adrenergic والhistamin اعمل block كل ده يعني هو هير جاعة يذكر اعمل اعمل بالتالي اذا احصل لتلك presentation اخر حاجة بالنسبة الهارت ما اقار دي برين depression kinedine like action اعمل 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 sodium channels شغال ب kinedine like action وقبل كده منع re-uptake بتاع neurotransmitters clinical presentation ما اعتبر ده شخص addict لو ان هو يعني انا مش حاف او طبع شكله مش addict يعني او احنا احنا هنبدأ زي ما احنا متعودين من فول تحت من فول تحت شخص زي داب عنده delirium يعني بس يعني degree بتاع confusion بس يعني mission occupation delirium او شخص زي ده هي بعنده depression of mental status ممكن يوصل بي لغاية الكومة بس يعني الحين دايما بنخلي الكومة اخر حاجة الواحد يكلم فيها علشان هي الفيت يعني لو واحد في كومة انا مش اشوف علي حاجة except for the كومة of barbiturate هي دي اساسا يعني كانت البداية بعد الconfusion والدخل وكده بعد كيدخل في كومة بقى كل حاجة بتبين اساسا وهو في كومة لان الكومة كان profound هنا الكومة يعني مهما كان وكي مش هنا اي وكي lost for three days بس مش يحصل فيه اي تغير جديد عن الجسم مش مثلا مثلا البولي والبلستر اللي كانت موجودة قبل كده delirium cns بيض عندي hyperthermia درجة حرارة تعالى عندي هو درجة الحرارة وهنا مش ذاكر الفلوش بس فيه كم حاجة كده هنستنتج منهم حاجة احنا كنا كده من عليها بل كده dilated fixed pupil my nystagmus دي الشيء الجديد في الاي عنده dry skin dysarthria dysarthria معنى انه مش بيفسر بالكلام مش بيتأتأ لا يعني بيلغبط كده بتلعثم كتير عنده seizures in myoclonus هيا الفكرة في myoclonus انه مجموعة عضلات فجأة يحصل لها contraction مرة واحدة اي حاجة اشبه بالله نخلنا بالفرنسة كابل كده بتاعت الكاديفيرك spasm بس هيا الفكرة ان ده بيحصل في اليد الفكرة هنا ان شفتها بصراحة myoclonus ممكن تحصل في arms بس هي فكنا كنت رسمت الاسمع الاساس من الهي في الهند فهنعتبر انه كان ماسك الموبايل ويعمل بسؤول contraction seizures يعني نوبات من convulsions وكده الشخص ده بيعاني من hypertension بعدين بيوصل به hypertension و heart اللي هو يعني يمكن اكتر واحد متضرر في الليلة دي انا هنا كتبة main points بس بس heart من كان في كتير في كتاب cbs sinus ventricular tachycardia دول اثنين يعني يمكن sinus tachycardia اكتر يعني اللي هي المين اللي ممكن تحصل بعدين هي بفي decrease bowel sounds and urinary movement في كذا point لو جمعناهم hyperthermia mind delirium mind dry skin dilated fixed pupil and the decreased sounds دول كان clinical presentation نحن خلناها قبل كده بتاعة الاتروبين toxicity مع دلير هنا هين شوي ونرجع لكتاب ونشوف لو اي الحاجة زيادة عن اللي نحن ونحن وها بقى اي بصراحة في heart بس it's ok depression of mental status and coma دي تبقى delirium due to collergic blockage seizures brief and self limited يعني بتو افساد ها وبتحكم فيها الانسان عام my clonus بس serotonin reuptake cerebellar and extra pyramidal signs so او 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 افكت of DCA on cerebellum and extra pyramidal is the stag ok with dysarthria and ataxia 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 we ataxia hypnotic but this is not the tricyclic hypnotic we are not ataxia ataxia we already have seizures ataxia this is something that is like hypnotic as 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 تمام السي بيأس أنا ذكر بقى فكرة الريدمية قال لن الساينستيك كارديا ده الموست كامن ديو تو انتيكولينارجيك افكت اوكي كوندكشن ديليز اللي هو كيندين لائك اكشن يي سي جي شوز لن كي من يي سي جي قال لن هو بفي prolongation in the period interval يس ها فيه prolongation of qt interval دي تقريبا الكتاب مش كتبها اساسا بس هو ذكر qrs complex widening ديو الحتة دي واي الكمان انت بنسبة ال ECG باكا كمل على ventricular irradi هو بس يعني اكتفى بالfirst points دي الصورة لو حانت حابب لتأكد اوكي طايت ماشي اوكي شكرا اوه عندي ال AV باك طيب بالنسبة لي ال ventricular arradiemia قال لي دي secondary to conduction دي ليس يعني هي الفكرة انه هو هلا ايدي اللي يترم مع نفسه فهو كمان هو مع نفسه ويبدأ ال arradiemia تحصل فيه ventricles طيب بنسبة ventricular tachycardia is the commonest fibrillation is usually terminal يعني ايه يعني ايه يعني اظه لو هو مر بهذه الخطوات وهو sinus tachycardia بعدين وصل في ventricular tachycardia ما هي وصل fibrillation دي معنى ان هو خلاص بيودع ويدخل في الكومة ويتوكل Initial transient hypertension يعني دل بيحصل في الاول وهي بتعطش كتير اساسي بسبب الكاتيكولمية دل بتقلم مع الhypertension اوكي pre-dominant alpha blocker اوكي بضع الhypertension alpha blocker and direct myocardial depression اوكي اوكي مهم من البلاو الحصد بسبب الarrhythemia anti-cholinergic effect اوضي يقول هنا الاتروبي ولي فاكل من pharma cologe اوكي اللي فاكل من chapter 3 اوكي dry skin المنكوزا داريت pupils وهيك داريت fixed عشان بيعشاؤوها في toxicology ده غير الناصل اللي هيك رفيا نستاج بس يعني اتبع TCA ايه لوحدة decrease bow sounds or urinary sounds or urinary flow or hyperthermia اوكي بالنسبة مش ايه هنا flush بس يعني هو ايه المين اوكي اوكي routine investigations العادي بتاع الدم CBC وحاجات كده وحاجات كده ورين function plasma drug level زي كل مرة وهنا يعني نفرع بس ان هنا ما قاليش plasma TCA level و ECG علشان اكتر حاجة بخاف منها هنا هي الarrhythmia في حاجة هنا في الدرس هو مش الان هو نط على treatment وماليش الرجدة هيموت من ايه بس هو اللي هالي في وسط الكلام ده وصل بي الفibrillation يعني احنا ما جازان هنقول الشخص ده لو يعني التوفاه الله هيبقى due to herbrhythm ما جازان يعني mainly الفibrillation طيب treatment عشان احنا بحب ندى الناس امل في انها تعيش supportive treatment احنا متعودين عليها وهركز على cardio respiratory monitoring وحاجات كده عشان الخاطر هي ده cause of death جالتي decontamination طول الشباطر الفاتر دي وحنا عاملين نعمل كل decontamination decontamination زلونا عليها بكده ليه؟ هنا بدا بل gastric club watch شوفين الميسيز لانه قال انه هو في الغالب مش في الغالب لو انه بصراحة انه هو ده مش شيء الغالب بس هو معتبر انه دخل في كومو باله تاتي يعني فاوكي لو انه وصل لما اكلم عن البربيتوريتس حطيلي انه لو فيه الروح اهام الميسيز فما كنزم يعني هنقول لو هو يعني هنعمل امسيز unless in coma طيب اكتيبيتد شاركول وهو عمل برضه multiple doses عشان انترو hepatic circulation عشان مش كل ما اخلص منه في الجي اي تي يرجع يتوازع ثاني في البلود اوكي يحصل له re-execretion طيب كاثريتكس او اوكي كاثريتكس can initiate pre-stylesis on top of alias produced by the drug قصد يقول لي ان الكاثريتكس في حاجة زي دي هتبقى ليها دور في اطال الأكروبين like action اللي موجود على البول لان احنا قلنا نهو بيبطاها و بيكونوا نخليها مهارش ساونسين مبطع حركتها عملا اليمنيشن from the GIT اليمنيشن from the blood diuresis dialysis and healing perfusion are largely ineffective يعني ما بيتعملوش طب ليه لانهو اصلا non-dializable هو مش ما يعني غير قابل للديلسة for further information هنركع لي الجنرال تكسيكولوجي انهو في wide tissue distribution uh tied binding of the drug with plasma proteins فصاب انهو يخرج limited water sellability وهي اللي كانت الشروط اللي تخلي اي حاجة اي ملة تبقى dialysis مش متوفر في اساس early and effective gut decontamination هو ال GIT نحنا كلمنا عنه شوية with activated charcoal multiple times زي remains one of the most important therapeutic modalities يعني دي تعتبر key treatment يعني دي اساسة احنا وانا احنا اصلا شغالين دايما يعني بال supportive ABCs بعدين اشتغل GIT حتى لو الدوة دا يعني بشتغل برضو بي فبس هو هنا اصلا يقول دا core treatment اوكي اوكي يقولني treatment of conduction disturbances and arrhythmia غصص للهارد نصيب من الاعلى الوحده لانهو يعني يمكن اكتر دوال غاد رواتي عنيف على الهارد sodium bicarbonate والليد اوكي اي ها يشرح معنا sodium bicarbonate قال لي دا ما قد نزل اصلا نحن نسح عليها اوكي 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 ما نازل اوكي الوحدة وبالتالي هات إن الرأيدي مياه والكونترك تلاتي الموجودة في الهار طيب بعدين أن يفولد باكينتنوس انترافينيس انجكشن انفوشن يعني إنس اوكي تومنتين الكانونيزيشا هو هنا يقصد أنه نرمى هدي الصوديوم بيكربونات هدي مع ديكستروز هوا دايه طبرا كاينتف سپورت بس اسوكي سرم بيهتش شد بمانتين بوين 7.45 7.55 بيه يعني فوريور انفرميشن ويه اللي ده كين غينا نتعرف نوالبوك بس استقمين اس كونترين تقيته طب ليه تما هوا كامل الأدوية اللي تستخدم في التخدم في التخدمة أو الاند رزلتات الهارت في اليور طيب يا عم شكر أم سيمتماتيك تريتمنت الشخص الذا كان بعاني من ايه ديازيبام ساخد الكونفالجنز و الميكلونس اللي كان عنده البربتريتس اللي هو سبحان الله ايه دا كنت الصفحة اللي فاتت 9.5 9.45 10.03 10. 19 12.16 70.13 20.17 20.19 21.18 21.21 21.22 23.22 21.35 با كابل ديه بالهايبرتنشن والهايبوتنشن هو اللي من ده دري وشغال معايا مكمل با امفرودي با ريورست كل فومنس عشان الهايبرثيرمية بس وكدا يكون خلاصنا الشابتر وتم بحمد الله